بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الخاطرة المتجددة من خواطرنا في رمضان يمكن من كم يوم بدأنا في علاقة الحديث عن علاقة رمضان بأركان الإسلام تحدثنا عن رمضان والتوحيد تحدثنا عن رمضان والصلاة اليوم الحديث عن رمضان أو الصيام والزكاة في علاقة طبعا في علاقة بس خلينا أبدأ كده ونحن نتحدث عن رمضان ماتين نتحدث عن النبي طبيعة أيها أصلا في رمضان طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان أنه كان من أجود الناس أجود من الريح المرسلة لكنه كان في إذا أتى رمضان ظهر الجود أكثر مما هو عليه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء عظيم لا يستطيع إنسان أن يصل إلى مثل هذا العطاء والأصل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرزاق يعني أنا أرى أنها على طريقتين الطريقة الأولى مدي موجودة للأغنياء مباشرة الرزق يسوقه الله للغني وأما الفقير المعدم فإن الله جل وعلا يسوق له رزقه عن طريق هذا الغني وبالتالي أصبح للفقير حق عند هذا الغني الواجد الكاسب الذي أعطاه الله جل وعلا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق حق معلوم للسائل والمحروم ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبر رضي الله عنه وأرضى إلى اليمن قال له إيه؟ قال له أكثر من شيء إلي هم مني؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأخبرهم أو أعلمهم أن الله جل وعلا فرض عليهم زكاة تأخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم زكاة ما ليأخذ من هذا ويضع في ذاك عندما يأتي رمضان تعالى من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يصنع؟ مهما كان حالنا ومهما كان وضعنا لابد أن يكون الإنسان سخاءا منفقا معطاءا وفي الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما يصفه الواصفون فيقولون ما قال لا قط إلا في تشهده لو لتشهد كانت لاؤه نعم لو لتشهد كانت لاؤه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولذلك جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لات مرة بشملة عباية فاكتساه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة صنعتها بنفسيها للنبي عليه الصلاة والسلام مقرد إن لاب البس حتى جاء رجل من الصحابة فقال أعطيها يا رسول الله أكسنيها يا رسول الله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشملة فلامه الصحابة قال والله ما أردت إلا أن تكون كفنا لي دي أنا أعيزها كفا الرجل يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام أعطيني نبي قوله ما عنديش اذهب واشتري فإن جاءنا أعطيناك عمر يغضب عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ما بهذا كلفك الله كان عندك بتعطي أما أن لا يكون عندك فعني تقول للرجل اذهب واشتري فإذا جاءنا أعطيناك لا 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 فيغضب النبي ويرى ذلك على وجهه فيقول له رجل من الصحابة يا رسول الله أنفق ولا تخشى من دي العرش إقلال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الرجل ويقول بهذا أمير أنا عايز يا أخواننا في رمضان نتصدق الزكاة أفضل الصدقة صدقة رمضان نعطي عطاء من لا يخشى الفقر ننفق على إخواننا وأخلينا وذوينا ونتصدق بما أوتينا ومن أنفق في رمضان أخلف الله عز وجل عليه حاول كده ونتراح المسجد في الترويح في بعض الصلوات حتى أشياء قليلة لو تاخد جنيه لو تاخد ريال بأي عملة في أي بلد أنت فيه أنفق أنفق ولا تخشى من دي العرش إقلال والله سيعود إليك سيعوضك الله جل وعلا وما تنفقه من شيء فهو يخلفه والله خير الرازقين أسأل الله جل وعلا أن يخلف علينا وأن يجعلنا من المنفقين المتصدقين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة